اسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلب السنة ثالثة السنوي اهلا وسهلا بكم في فيديو بديد واحد من فيديوهات المراجعة اللي بنشتغل فيها على الفوكابلوري والجرامر والسكيلز فلو اول مرة تشرفني في القناة سابسكرايب وما تنساش لايك للفيديو ولو جاهز يلا بينا نبدأ الفيديو المراجعة بتاعتنا هتغطي ان شاء الله كل ما يتطلبه المنهج الجديد يعني ايه يا مستر؟ يعني احنا مش هنعمل شوية اسئلة كده وخلاص احنا هنحط خطة هنمشي عليها في الفيديوهات وبإذن الله هتحقق معاك نجاح كويس كده ان احنا هنبدأ اول حاجة بكم اسئلة عن الديفينيشنز عن التعريفات نخلص الديفينيشنز وننقل كده مع بعض على الكوليكيشنز اسئلة المتلازمات اللغزية هي ازاي انك توفق الفعل مع اسم او مع كلمة جوه السؤال ودي هنرونك عليها لما نوصل لها هنخلص اسئلة الكوليكيشنز هنشتغل بعد كده على السينينيمز والانتينيمز المعنى والتضاد لان اسئلة المعنى والتضاد بتيجي كتير جدا جدا بعد ما نخلص اسئلة المعنى والتضاد هيبقى لنا اسئلة الديفينيشنز والانتينيمز والجرامر ازاي احل اسئلة الديفينيشنز لو فيه تعبيرات ومصطلحات واسئلة الجرامر وبعد كده هنودخل على اسئلة الريتنج والترانسليشن سنة تلتة هنشتغل فيه على الجرامر وبنبدأ من مجموعة الافعال اللي هي البرب جروبس مجموعات الافعال اللي لما باجي استخدمها بحط بعدها افعال فيها ing ولا to infinitive ولو مذاكر الجرامر ده وجاهز هتعرف تحلم معايا ولو مش مذاكر ركز عشان كل سؤال هعلقلك عليه وهقولك الفعل ده ازاي تستخدمه صحا هل تعتقد ان في يوم من الايام الناس هتمتنع وهتتوقف عن اراية الاخبار وستوب بتيجي بمعنى التوقف الامتنع والتوقف اللي هو التوقف انك تقوم تقف احنا هنا عايزينها بمعنى الامتنع وخليك فاكر المنحوظات دي لو تقدر تكتبها طبعا وتعمل النوتس دي وترجعها معايا ليلة الدمتحان هتلاقي نفسك ان شاء الله داخل متطمن لان كم الاسئلة هنطلع كده شوية افكار حلوة منه لو عايز استوب استخدمها امتنع احط بعدها فيرب ing هنا هتبقى استوب reading نمبر 2 المستر نصحني ان انا امارس عمل الرياضة لبقى استرداد طبعا با هي ادوان 3. Mr. Fawzi has to build a new house in the country. Has he allowed, encouraged, planned, suggested. اقترح ممكن وممكن planned ان هو خطط لكن planned هنا اللي هنستخدمها عشان فيه حرف جر 2 لكن suggested ما يجيش معاهاته. 4. Ola went to the market. 5. Some fruit هي راحة للسوق عايز اقول لكي تشتري لكي دي في الانجلش excellent اللي بيقول 2 plus infinitive letter C لكي تشتري بعض الفكه 5. My mother always asks me ماما دايما بتطلب مني أن أذاكر جيدا 6. Excellent اللي بيقول 2 infinitive برضو هنا 7. To work hard 6. Would you like me استخدام would مرتبط عندنا ان احنا نحط to infinitive 7. Would you like me to help you 7. We regret that the train will be 30 minutes late 7. Regret بتيجي بمعنيين ودي أفعال اللي بتلغبط الطلبة بتاعة سنة تالتة هي بتيجي بمعنى الندم وتيجي بمعنى الأسف ان الواحد بيتأسف على خبر سايق. هنا بقى ندم ولا أسف. مش معقول بيقول احنا بنندم يعني ان القطرة جاية 30 ساعة متأخر هنا بيتأسف لكم. معنى الأسف. يعني هي هنا تساوي sorry. طب sorry الفعلي كان بيجي تو المصدر ولا كان بيجي ing. I'm sorry to say. هنا برضو. We regret to say. بنقسف ان احنا نخبركم بهذا الخبر. يبقى الأسف زي sorry. هحط to infinitive. Number 8. Experts expect thousands of tourists. الخبرة بيتوقعوا آلاف من السياح تحرير ميازيام this week. ان هما يجوا يزوروا المدان او المتحف بتاع المتحف التحرير في الاسبوع ده. والفعل expect بيجي تو infinitive يبقى a thousand of tourists to visit to almost number 9. my brother reminded me أخويا فكرني some bread from the shops and a study we remind them الأفعال اللي بيجي بعدها to infinitive to buy number 10 كمال allowed me هو سمح لي وده برضو بيجي بعدها to infinitive allowed me to use I regret this old car it often tracks down وإحنا كنا لسه بنقول regret من الأفعال اللي بيجي بعدها ing أو tool muster بس بنستخدمها طول مصدر لو هي معناها الأسف زي sorry طب هل هنا فيه أسف لا هنا مفيش أسف هنا ندم يبقى هحط الفعل في ing form letter a I regret I regret number 12 ناصر remembered هو افتكر وremember وكلمة remember وفرجيت لو تفتكروا كنت بقولك بيعبروا عن الزكريات لو حطيت بعضهم verb ing ناصر remembered in the playground when he was little كان بيلعب في الملعب وهو صغير هذا هنا بيتكلم عن الزكريات يبقى remembered playing letter b number 13 ليلة admitted space us the wrong time to meet at the ball هي اعترفت إن هي كانت مديالنا معاد غلط عشان نروحنا قابله والفعل admit بييجي بعدين ing admitted telling us number 14 it's no good لا فائدة من لا فائدة من الشكوى it's no good complaining عشان احول الفعل يعني يشتكي احوله لكلمة شكوى يتحط للفعل ing النقص بيخلي بالك منها و it's no good idiom كده معناه لا جدوى من لا جدوى من الشكوى من الطاقس so won't change مش هيتغير number 15 i can't help وهنا برضو عايز يقول مفيش فايدة يعني مش عارف برضو عايز يقول i can't help when i talk to my little grandchild يعني مفيش فايدة في اني اعود اتكلم مع طفل صغير يعني مش هيسمع كلامي يعني i can't help smiling يعني بيجي بعد ال idiom ده i energy number 16 when she felt sleepy لما حست ان هي نعسانة لما حست بالنوم رودينة stopped herself a coffee يعني هي امتنعت عن ان هي تعمل لنفسها في انجان قهوة ولا هي وقفت على حلها كده حرفيا عشان تعمل اه هنا مفيش بقى امتناع مبتمتنعش عن حاجة هي وقفت حرفيا عشان تعمل لنفسها في انجان يعني هنا مفيش امتناع يعني مش هحتاج excellent يبقى stop to make يعني ده مش اه مش امتناع الا امتناع هو اللي بقتطوله we all like كلنا بنحب football و like من الافعال اللي على طول هحط بعدها verb ing الا لو جاء قبلها would like مثلا بحط طول مزر لكن هي هنا مفيش اي حاجة معها هحط ing بعدها على طول like وهيت و enjoy mind دي افعال يجي بعدها ing number 18 remember if you are to be late افتكر انك تتصل لو انت هتبقى متأخر هل هنا remember وفرجتك وتبقى اقولك لو ذكريات هنا كنا اه بص remember هنا كنا بنقول remember playing بيفتكر لا بوفر ملعب ذكريات ing هنا مفيش ذكريات هنا بيقول له افتكر انك تعمل الحاجة دي ما بيتكلمش عن ذكرياتي يعني مش هحتاج ing هقول له remember to infinitive remember to phone number 19 احمد denied هو انكر my pen انه هو اخذ الم ودي من الافعال اللي بيجي بعدها ing night taking let you see application application and necessity الالزام والحاجة او الضرورة ودي من الدروس اللي ممكن تعمل لغباتها للولايات خلي بالك من الملحوظات اللي انا هتبقى لك كلمة هفتو مثلا تستخدم دي ملحوظات صغيرة كده بس خلي بالك منها يقول لدرس ده بلغبت وهنعنلق كده وهنطلع افكار واحنا بنحلم من الاسئلة النوت الاولى بتقول لك خلي بالك هنا بيستخدمها الزام في سلطة خارجية هي اللي تتزمه يجب ان ترتدي ازي المدرسة you really have to help with the office work انت فعلا محتاج انك تساعد في شغل المكتب هنا بيقول لك بفضل استخدم هفتو او هستو وليس ماصد لما يكون في ظروف معينة يعني زي ما بقول لك هي يعني المكتب بيفرض عليك كده في الزامات خارجية كده عشان الشغل يبقي يمشي فهنا بيستخدم هفتو بيقول لي mustn't وdon't have to او don't need to هي mustn't يبتيجي بمعنى التحريم بمعنى محرم او ممنوع لكن دي بمعنى مش ضروري لأ مثلها هتوضح الموضوع ده جدا you mustn't use your personal mobile for work calls انت ممنوع انك تستخدم الموبايل الشخصي بتاعك for work calls في المكالمات بتاعت الشغل ممنوع انك تعمل كده وده طبعا شيء قوي جدا يعني ما فيش فيه ايه ما فيش فيه تهريج يعني لازم تنفذك you don't have to use your personal mobile for work calls هنا بقى لما يحطها don't have to معناها بيقول لك مش ضروري بقى انك تستخدم التليفون بتاعك هنا يعني لمكالمات الشغل هنا بيقول لك ليس ضروريا طبعا يعني الموضوع هنا مفيش فيه مشكلة يعني لو حصل بس هو مش ضروري انك تعمل تعال نحل وهمطلع افكار اكتر من كده ونشوف ازاي نستخدمها كل اللي احنا عملناه في الاكزامبلز هنا على اللي هي الالزامات او الضرورة تعال نمبر one i the living room yesterday my sister had already tidied it يعني ما كانش ضروري ان نعمل كده خلاص اختي بالفعل هي اللي نظفتها يبقى انا محتاج المعنى المنفي عندي don't have to tidy didn't have to tidy الموضوع في الماضي يبقى letter b هي اللي صح عشان زمن الماضي didn't have to tidy نمبر two i'm sorry i didn't visit you last night انا ااسف اني مزورت مزورت اكشن بيرا اللي اللي فات i see my doctor موضوع في الماضي عايز اقول انا كان لازم اشوف الدكتور مش محتاج معنى النفي خالص يبقى طلعت اول اتنين برد معايا letter c ومعايا letter d had to ومست وبتكلم عن الماضي يبقى طبعا هاختار الماضي letter c had to نمبر three you more sugar we already have a lot at home عندنا كتير في البيض you more sugar يبقى انت شراء بالسكر مش ضروري محتاج المعنى النفي في اتنين منفيين can't buy letter d يعني في اتنين c وبيه طلعهم برد you can't buy needn't have put ما كانش ضروري انك تعمل كده يعني الموضوع في الماضي دي طبعا الاول تجين كده او ما كانش ضروري انك تعمل كده number four علي isn't late for school so he space harry هو مش متأخر على الشور الموضوع في المضارع فهو اني يسرع مش مش محتاج يسرع في اتنين منفيين letter c و letter a letter c needn't مش محتاج يعمل كده و needn't طبعا افكرك انك بتستخدمها بدون حرف جره two number five my children wear a uniform in primary schools يلبسوا ازاي الموحد في الابتدائي مرحلة الابتدائي كان يجب عليهم فعل ذلك طلع طبعا letter c و letter d ما نفيين اطلعهم برا فاختار letter b كان يجب عليهم فعل ذلك number six nihail space worry she still has six months before her exams start لسه فيه ست شهور قبل ما الامتحانات تبتدي nihail worry مش لازم تقلق هي اساسا الوحيدة المنفية هنا اللي متدائي معنا النفل letter a doesn't have to طبعا انت بتقول يا بختها تي بتقولي دلوقتي اللي بيتفرج على الفيديو يقول يا بخته لسه قدامه ست شهور لو يرجع بيها الوقت تاني ان شاء الله ربنا يعابيها على خير ويقبل بخاطركم وتطلعوا كده يعني انفراضيين عن الامتحان ويحقق لكم كل منويرات number seven you take photos here that's not allowed المعنى واضح جدا بالحتة بتاعت ان ده مش مسموح انك تعمل كده يبقى انت محتاج لتكلم القوية رجعنا عليها النهاردة بمعنى ممنوع letter b mustn't number eight you space try my sister's cake تجرب كيكة اختي it's really delicious هي لذيذة يجب انك تجربها كل المنفين هيتلعوا بره بالاستثناء كده needn't shouldn't mustn't يبقى اكيد letter c وهنا دي دعوة لازم تجربها بعمله دعوة بدعية number nine to go to the doctors yesterday because she suddenly felt much better هي فجأة حست ان هي كويسة فهي بقى كان لازم تروح للدكتور ما كانش ضروري تروح للدكتور لان فجأة هي حست ان هي كويسة اه ما كانش ضروري بقى should have ما كانش ضروري انها تروح يعني محتاج معنى منف يا دي يا دي يا letter c mustn't لانما didn't have وهي اصلا فيه تو موجودة فوق مكملة المعنى تمام جدا ما كانش لازم تروح didn't have to go to the doctors كانش لازم تروح للدكتور هي حست فجأة ان هي ايه اه بقت احسن number ten you space show your passport when you arrive at another country انك تظهر الباسبور جواز السفر لما توصل بلد تانية طبعا اكيد ده لازم تعمل كده لان ده هتتفتش حاجة كمان خارجية يلزم خارجي سلطة خارجية اللي بنت بتنفذ اوامرها وده بhave to letter c number eleven in england most people في انجلترا معظم الناس space work until the are 67 يشتغلوا حتى يوصلوا من العمر 67 it's the law there وده قانون هناك بعد كده يفكروا وطلعهم عاشية يعني لازم يشتغل للسن ده وده الزام خارجي يبقى برضو have to people have to work number twelve you really space visit us when you are in cairo next week لازم تيجي تعمل كده مست دعوة number thirteen we our umbrellas to england strangely it didn't rain at all حاجة غريبة جدا ده هي ما مطردش خالص يعني عايز يقول ما كانش في حاجة بقى ان احنا نعمل كده needn't have taken واللي بيقول didn't have to take فكر الفرق بقى اللي كان متابع فيديوهات الشرح هيفتكر الفرق ده ان didn't have to لم يكن في حاجة الى الفعل وما عملوش ما عملش الفعل لكن didn't have taken لم يكن في حاجة الى الفعل بس للأسف هو حصل بقى خلاص يبقى ما كانش لازم ناخد الشمسيات معانا لقى حاجة غريبة ما مطردش يعني معنى كده ان هم عملوا الفعل ده بس ما كانش ضروري يحصل needn't have taken number fourteen one space pass a driving test to drive a car in in Egypt لازم يعدي من امتحان السواء اكيد عشان يقدر يسوق العربية في اثنين منفين يطلعوا برا عندي have to وعندي must ده اجزام خارجي يبقى letter c have to number fifteen do i take this medicine هل يجب ان اأخذ هذا الدواء have ما ينفعش استخدمها معدو الا لو فيها تو يعني do i have to must نفس الكلام ما ينفعش تيجي معدو need to do do i need to هل انا محتاجي ان اخد الدواء ده وشهد ما تجيش طبعا مع الفعل ده فعل من افعال النقصة وده فعل من الافعال المساعدة ما بيجوش معها number sixteen does does عمر have to تنفع need مفيش تو طبعا لا هي have to جاية مصبوطة ومعها does عمر have to هل هو لازم يشيل كل الكتب دي ويروح بيها المدرسة number seventeen زي any more money بدان في اه اه انا محتاج معنى منفية يعني هم مش محتاجين كلهم منفية مش محتاجين يدفعوا need دفعش يجي معها طول دي برا need not اللي هيكمل هيحط طول دي برا don't need to need ميجيش معها طول بترسيها اللي صح بص بقى شوفت بنحل ازاي بنحاول نعمل استثناءات كده ونشيل الحاجة اللي ما تنفعش هنستثنيها هنطلقها برا لحد ما نوصل للاجابة الصح number eighteen I space see a doctor tomorrow انه شوف الدكتور غدا بدان فيه مستقبل على طول عيني بتروح على where have to صحيح number nineteen traffic rules القوانين بتاعة المرور جمع يبقى الاولى دي ما تنفعنيش بي دي ما تنفعنيش traffic rules جمع have to follow have to be followed قوانين بتاعة المرور لازم ان يتم اتباعها لما احتاجها صيغة passive اللي دايما تطلع لي في كتير من الاسئلة صيغة passive معنى المجهول قوانين هنا مش هتتبع نفسها هي حد هيتتبعها يعني هي هتتتبع نحتاجها passive verb to be تصريف ثالث يبقى يجب ان تتبع عشان اجيب معنى passive خليك فاكر verb to be تصريف ثالث passport to be number twelve space to arrive at school before seven قبل الساعة سبعة must you do you have to هو بدأ فيه two انا شايف ان دي اولى واحدة have you مش باسأل بطريقة يجب انه ببتأش بhave ابدا كده you have دي مش سؤال هاي اللي تنظر البرا زي ما قلتلك هتبقى do you have وهو مكمل بتول do you have to arrive at school before seven هل يجب ان تصد للمدرسة قبل السابعة number twenty one the oil in this car space before he set off يجب ان يفحص قبل ما يطلع بعربية كان يجب ان يفحص يبقى المدارع ده انا مش عايزو طب عرفت منين انها ماضية منصر هي مش حاطت بعدها فعل في اس يبقى دي مش مدارع ده ماضي كان يجب ان يفحص زيت العربية قبل ان ينطلق had to check الزيت بتاع العربية يجب ان يفحص كده انا جبت بسب معنى بسب مجهول انا محتاج المجهول زي ما قلتلك بربط بيت الشريف ثالب لسه كنا متكلمين عنها في السؤال تسعتاشر بالتربيه هي الصح had to be checked number twenty two i take my driving test tomorrow بكرة انا هيجب ان انا اخذ الامتحان بتاع السواقة يعني i will have محتاجة تو طبعا اللي راح عليها انا شايف ان هي من غير تو وما فيش تو فوق mustn't مش تنفع ممنوع have to i need need بتحتاج تو يبقى i have to هي اقرب اجابة موجودة بمعنى يجب ان انا اخذ الامتحان بكرة طبعا كان الاولى انه يجيب دي ويكمل بيها بس طبعا محطوطة كده فخ يعني number twenty three we help our parents يجب ان احنا نساعد اهلنا we must twenty four i call my parents to say that i am going to be late انا لازم اكدمهم عشان اقولهم ان انا هتأخر have ما فيش تو اهو ده الزام داخلي انت بتعمل حاجة احترامة ليهم يبقى i must call my parents twenty five why do you space buy all this groceries ليه انت لازم تشتري كل البقالة دي اللي هي حاجات السوبر ماركت why do you must ما يجيش مع دو زي ما انت بقول لكم قبل كده need to تنفع هي has to يعني تنفع في سؤال زي كده بس يعني انا شايف few مش تنفع معها has يعني لما فروضت بقى have to يعني بدي برضو برد ليه انت مش محتاج تشتري need to هاب بتحتاج تو برضو بعضها لبقى زي ما قلت لك do you need to ليه انت بتحتاج تشتري كل هزي البقالة وتعالى نبلت وتعالى نبلت التعريفات عندنا تعريفات كتير قبلتنا في المنهج تعالى نبدأ مع بعض سؤال سؤال number one بيقول a is something you do to help make something successful حاجة بتعملها عشان تساعد في نجاح شيء ما طبعا اكيد contribution بمعنى الانجاز اللي انت بتحقق number two a or an is a prize or symbol given to recognize an achievement الهدية اللي انا بقدمها الحد عشان انجاز حققه طبعا اكيد award number three a or an is a competition in which players compete against each other in a series of games until there is one winner النوع دمنا المصابقات بيبقى اللعيبة فيه بيحاولوا يتنفسوا جدا قدام بعض في مجموعة العاب كده لحد ما يوصلوا للفايس ده tournament ده المسمى اللي بنقوله للدوري number four a is a person young people can look up to and try to be like them الشخص اللي الشباب ممكن يبصوله ويتخذوه قدوة ويبقوا عايزين يبقوا زيه excellent طبعا اللي قال rule model نموذج وقدوة نموذج يحتزى به okay number five is an event especially one that's unusual important or violent important or violent لا حدث بيبقى مش معتاد وفي أهمية ممكن يبقى في عنف حصل الأرى الأنصددن number six a or n is a newspaper printed large sheets of paper especially a serious newspaper ولما يقول إنه هي large sheet أولئة كتيرة ده تعريف البروشيط نو 7 نو 8 نو 8 نو 8 نو 8 نو 8 نو 8 نو 9 10 10 12 13 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 24 24 25 28 29 29 29 30 30 300 29 20 44 45 46 45 45 46 46 46 47 46 47 44 45 الطريقة اللي حد بيتكلم بيها عن معلومة أو موقف معين عشان يأثر بيها على وجهة نظر الناس في الموضوع ده أو في الفكرة دي ده اللي هو خلط الأمور أو التلفيق مهم أو التعريف ده خلط الأمور أو بتلفق حاجة مش مصبوطة وتعمل خلط الأمور وده فعلا أصلا معناه يلف أو يدور بس هنا احنا مستخدمينه كنون تعريف خلط الأمور اسمه سمع نمبر 11 التقرير والصور بتاعت الأحداث اللي بيسجلها الناس العادية ويبتدوا يحطوها على الإنترنت ده تعريف كنا بنسميه اللي هي الصحافة الشخصية واحد بيعمل نفسه كده كأنه متابع للأخبار وبيحط حكته أول بول ويصور وينزل صوره صحافة الشخصية citizen journalism أسئلة الكلوكيشنز تعالى ناخد سؤال سؤال عن المتلازمات اللفظية نمبر 1 Be fair man Prejudice Should be Prejudice التحيز التحيز لازم نعمله إيه لازم آه نتجنبه Avoid it يعني تجنب التحيز نمبر 2 Arab people have many things in common which should them together متلازمات نعمل إيه مع بعض نجمعهم مع بعض الناس العرب ليهم أمور كده معروفة لازم إيه Bring them together لازم تجمعها مع بعضها عشان تفهم نمبر 3 I am fed up with your procrastination procrastination اللي هو إيه الممطلة Get the job done أمير اعمل بقى الشغلانة دي أمير وبطل ممطلة عشان أقول أنا خلاص سأمت من الممطلة تابقى I have got fed up with I have got fed up with your procrastination number 4 he a warning from the bank he has to pay back the loan البنك بيحظار ولازم يسدد الكارد اللي عليه هو استلم بحزيك Received a warning number 5 Spays a child is not easy Children need a lot of care and interest عايز يقول تربية الأطفال مش سهلة محتاجة عناية واهتمام تربية اللي بيجي الفعل اللي ييجي معنا يا ربي Raising number 6 Winners never an opportunity الفائزون ما بيبيعوش فرصة miss an opportunity number 7 productivity level can be by raising the staff's pay الإنتاج أو مستوى الإنتاج ممكن إن إحنا إيه؟ بإن إحنا نزود الأجور بتاعة العمال أكيد طبعا هيبقى assist بيرتفع بيزداد number 8 His determination helped him prodigious and difficulties تصميم بتاعه أو العزيمة بتاعته ساعدته إن هو يتغلب على الصعوبات يتغلب على overcome number 9 Mr. Ashraf noticed that I wasn't attention to what he was saying خد باله إن أنا مكنتش بقعيره اللي انتباه اسمه pay attention الفعل paying paying attention I wasn't paying attention ما كنتش مركز معي number 10 the new project will about 5,000 more jobs هيوفر سيوجد سيخلق 500 فرصة عمل create مجموعة ثانية من أسئلة الكلوكيشن number 1 we all should negative stereotypes to get rid of the negatives in our customs نرفض أو نتحدى السلوكيات السلبية عشان نتخلص من العادات السلبية اللي في حياتنا define number 2 I really burn out I haven't taken a break for ages الburn out ده تعريف إحنا لو تفتكروا تعريف الإرهاق إرهاق ذهني وبدني بسبب الشغل المستمر بدولا لما أخدتش بقى لي فترة كبيرة ما أخدتش أجازة أو ما أخدتش روح I really burn out حصله إيه بقى experience يعني داؤه بقى تجربه في عين منه number 3 he works hard to reach his goals he has for himself يشتغل بجدة عشان يوصل للأهداف اللي هو sit for himself حددها لنفسه number 4 when you write a summary only important details بتكتب ملخص تساعدها تعمل إيه في الimportant details التفاصيل المهمة عايز أبرزها أو highlight أحددها أو أبرزها أو أركز عليها number 5 the performance of the actors at the play space the audience أداء الممثلين في المسرحية خلق جمهور خلق جمهور خلق جمهور إيه خلق جمهور أم number 6 only great scientists and researchers firsts firsts فعلا هيتحط مع firsts دمعنا يحقق الريادة يحقق الريادة اسمها achieve firsts يحقق الريادة يدروا يوصلوا للهم عايزين number 7 mr. محمد is good at start-up ideas الأفكار كويس في إيه developing تطوير start-up ideas الأفكار number 8 the photography session has been perfectly وظيفة وظيفة التصوير هنا بيتكلم عن الجلسة الجلسة التصوير كانت perfectly اتعملت بعظمة done perfectly number 9 i know that the driving test needs more training أنا عارف متحاني السواء محتاج تدريب أكثر but i have decided to the risk كررت أن أنا أأخذ المجاسفة take the risk number 10 a doctor needs to up-to-date with the latest developments in the film الدكتور بيحتاج أن هو up-to-date with the latest developments يطور نفسه مع التطورات الحديثة keep up-to-date يحافظ على إنه ودايما بيطور نفسه أسئلة السننم والآنتنم المعنى والتضغط أول مجموعة في الأسئلة دي question 1 I wonder if we could try a different approach here the word approach means approach I wonder if we could try a different approach approach هنا بيبقى معنى ايه نهد أو طريقة بمعنى attitude number 2 someone someone who is is not obscure شخص مش غامض well-known شخص معروف number 3 I don't believe the artificial smile on the lips of such a jealous person مش مصدق الدحكة المصطنع على شفايف هذا الرجل الغيور the word artificial in this contest is a synonym آخ هنا بقى عايز مراضف عايز معنى كلمة artificial artificial يعني هي pretended مصطنع بيحاول يتظاهر به this painting is world a fortune this means this painting is هي معنى الرسمة دي أو اللوحة دي تستحق ثروة معنى كده ان هي ان هي ايه هي letter a invaluable لا تقدر بثمن معنى كده ان هي غالية جدا جدا number five i am one of the casualties of the accident خسائر انا واحد من الخسائر الموجودة في الحبس the noun casualties here is synonymous with اكيد طبعا الضحايا victims number six you should be proud of what you have achieved here the adjective proud كلمة proud is an antonio هي فيها تضاد لأن هي كلمة موجودة اكيد واحد فخور عكسه واحد يشعر بالخزي اللي هي انشان number seven i can't conquer my fear of heights يتغلب على يحارب in this atlas conquer can't be placed replaced by ممكن نشير كلمة conquer my fear of fights conquer نشير نعوض عنها بكلمة ايه يتغلب على خوف overcome number eight what a picture seen this means the seen is not حاجة جميلة ده بيتقلم ما يكون مشهد جميل قدامي فمعنى كده ان المشهد اللي انا بكلم عنه ده ليس قبيح is not ugly number nine the application has been installed here installed can be replaced by installed يتمنى تركيب أو تثبيت زي ستب أو تأسيس ستب number ten be patient and keep trying in this context the word patient is an anti of فيها تضاد كلمة patient be patient and keep trying patient فيها تضاد أكيد طبعا يعني مع كلمة impatient جاية واضحة هنا صريحة وضيحة number one he scolded me for making such a mistake the antonym of scolded here is number two the police have dug up some evidence against him the phrasal verb daga means معنى كلمة daga البوليس طلع قد ضد اقرأ الربعة كده وطلع لي صح أكيد طبعا found hidden information by searching إن هو وضح المعلومات المخفية بعد البحث number three the flood ruined old building the antonym of the verb ruined in this sentence خرب المبنى عايز تضغط كلمة ruined يخرب حاجة عكسها طبعا الابس ترستور يعني يحطفز بيها number four wow what an elaborate piece of jewelry the adjective elaborate and this sentence mean can مقصود إباء بصفة elaborate elaborate intricate number five the last promotion raised my income by five percent آخر ترقية رفعت الدخل بتاعي خمسة في المنى the antonym of raised in this sentence عايز تضغط بقى بكلمة raised يرفع حاجة أكيد طبعا يقللها ده التضاد بتاعها lower number six my mother impressed me warmly when I returned home رحبت بيا جامد أمي لما دخلت البيت ادي كده نفس المعنى this means is that my mother حضنتني وضمتني لها ورحبت بيا hacked me number seven humble is too as safety is too dangerous كلمة humble متواضع بالنسبة لكلمة a زي يها زي safety الأمن والخطر الأمن والخطر بينهم تضاد يبقى humble is too عايز برضو humble متواضع وبين الكلمة اللي جاية معاها تانية هتبقى تضاد ودا ايه بقى واحد humble عكسو proud واحد فخور بنافسو number eight they have succeeded in the employment of their resources نكحوا في توظيف المصادر بتاعة and the sentence that the word employment means معنى employment implementation تطبيق معنى تطبيق هما نجحوا في تطبيق المصادر اللي هما عايز number nine he was promoted to general manager اترأى بقى المدير العين the verb promoted in this sentence is antonium with في تضاد مع promoted بقى على فكرة جدا من نطقها demoted promoted يترأى demoted عكس الترأى يعني ينزل في الوظيفة number ten i didn't vote to the match but i saw the highlights مشوفتش المتش بس اتفرقت على highlights اهم الاحداث اللي فيه تضاد لأ دعايز cinema مهم الاحداث اللي فيه بمعنى pissed parts اسئلة expressions والاديم والgrammar number one i am confident your success واثق في نجاحي ينفع of وينفع about طبعا اخترنا letter c اللي هو مجمع فيها a و b مع بعض number two the poor much support need لان كلمة the poor مقصود بها الفقراء كلهم جمع فهاخد معاها فعل من غير اس number three my father is careful about time for family holidays ان هو يصنع وقت يعني للعيلة making time number four the HR busy retraining the staff ممكن يكون قصده على المكتب كله بالافراد كلها وممكن يكون قصده على المواصف بتاع HR يعني ينفع all وينفع is مفرد او جمعهم جمعهم في letter D ماذا number five he didn't play as space as Sala who scored two goals and assisted with another one هو ملعبش كويس زي وزي Sala اللي سجل هدفين زي وزي Sala اللي هي as well as number six vitamin D was found to make يعني بيقدر يخلي العظام كويس number seven some students try to attract attention by trouble الطلبة بيحاولوا ان هما يجذبوا الانتمة بان هما يعملوا بعض المشكل by وباي بيجي بعدها اصلا الverb ING making number eight adult that he was ready for the final exam say that direct to indirect number nine my friend told me that he the the visa to the US until he had paid for it until دايما يجي قبلها الجملة المنفية هننفي هنا طبعا بعد تحويل الجملة من direct to indirect هننفي هنا بصيغة الماضي wouldn't take ما كانش هياخد البيزا إلا لما يدفع لها wouldn't take number ten she told me that I do care to my work I actually appreciate her advice نصحتني بتقولي كان لازم أركز شوية في الشغل أدي له اهتمام أكتر وأنا مقدر نصحتها دي عايز نصيحة في الماضي أنهي صيغة من تحت تدي نصيحة في الماضي excellent lc should have given مجموعة ثانية من أسئلة grammar وال idioms number one أولا as well as her brothers studied medicine أولا زيها زي إخوتها درسوا طبعا في وجود as well as الفعل يتبع الفاعل الأول اللي هي أولا فهجيب طبعا هنا هذا عشان يبقى بعدها مصريف الثالث هذا studied number two don't pay any money for a copy buy a genuine one instead ما تدفعش فلوس في نسخة مش كويسة يشتري نسخة أصلية أحسن buy read it number three concentrate on your goal ركز في هدفك don't let yourself to be distract unimportant details عرف قرل بيجي مع كلمة distract ركز في هدفك وما تخليش حاجة تعمل لك تشوش أو ما تبقاش مشوش بالتفاصيل اللي ملقاش لازمة distracted buy number four زنايل ميوزيام ناسوال is will wars استحق is will wars بيجي بعدها verb i energy number four زنايل ميوزيام ناسوال is will war plus high energy visiting number five it's a big mistake to take a decision in air of Andrew you number five it's a big mistake to take a decision in air of anger yes a fate of anger number six intelligent he is i don't think he will answer such a complex situation a complex question ده بقى فيه تضاد صيغة فيها تضاد عايز يقول بالرغم من يعني الحتة الاولى اللي بعد number six كده intelligent space he is دي كان ممكن نستبدلها بكلمة although اللي هي بالرغم من كونه زكي ما أعتقدش هيحل السؤال ده بس هي الصيغة دي هي مفيش فيها although ده بيبدأ بالصفة ايا كان intelligent brave اي صفة ممكن تتحط وحط بعدها كلمة وفاعل فاعل طبع intelligent لو تفتكروا intelligent so لو تفتكروا intelligent as he is number seven my father now visits my grandmother more often than بيزور بالوقت بابا جدتي عن زيادة عن المعتاد than usual number eight what you think is true isn't necessary true اللي انت شايف انه هو صح مش ضروري يعني يبقى صح تمام نسبالي for me number nine a sight that affects your bodies at one moving one تحرك الموقف اللي انت حاسس انه هو مأصدر فيك عايز يقول متغير او تحرك مش هيفضل كده على طول number ten one should be open-minded positive criticism الانسان لازم يبقى متفتح مع النقد البناء او النقد الاجابي open-minded towers number eleven مها is a working secretary اعيز او صفها ان هي سكرتيرة مجد في عملها اسمها ايه a hard working number twelve مها works than other secretaries هي تعمل بجد اكتر من بقية السكرتارية في مقارنة هنا harder harder than other secretaries number thirteen he ever stays up late عايز يقول هو يعني فين وفين لما يصف hardly ever على بعضها كده فين وفين نادرا يعني نادرا لما يصف hardly ever i was treated in a way انا كنت بتعامل بطريقة عادية حطت way اجيب معاك كلمة عادية صفة normal way in a normal way number fifteen i was treated مش حطت حاجة اخليها انا بقى من صفة الى adverb لحالة اقول انا كنت بتعامل normally فيها ال why number sixteen i can do the job in a way نفس الفكرة اقدر اعمل الوظيف الفضيئة والشغلان دي بطريقة مختلفة حطت way ويبقى انا اجيب قبلها صفة in a different way السؤال اللي بعدين مش حطت حاجة بقول i can do the job خليها انت بقى حالي ما حطت لها ال why i can do the job differently number eighteen your father is proud of you وحقا فخورا بك is really كده يبقى خلصنا الكم اللي هنشتغل عليه في الفيديو ده بتنساش سبسكرايب لايك للفيديو شوفكو على خير كلكم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته associت ورحمة الله میغو ham ترجم یا رحمة الله برو LIVE اشتغل caut اجتما чи اشتغل اشتغل ترجمة نان In اشتركوا في القناة